لا نقرأ أي تاريخ لا نعرف أي حقيقة التاريخية وسننبوح لكم اليوم بأحد سر لكن ربما أخفيه هذا الكتاب للسلطان مولين حسن الأول والسيادة المغربية في الطبعة الثانية نفد الجزائريين يخدهم من السوق بل تصلوا بيها لأن أساس تسكت وتتخلص مزيان بهذه العبارة السلام عليكم أنا محمد دومير واليوم نكمل الجزء الثاني تا الحلقة السابقة اللي قلنا فيها بأن أقوى حجة تخلي خوتنا في المروقي يظنوا أن الصحراء الغربية كانت مرتبطة بهم في الماضي هي أنهم جابوا وثيقة وقالوا هذا السلطان الحسن الأول عين ماء العينين كوالياً لها على الصحراء الغربية وبالتالي هي أرض مغربية وشرحنا الورقة هذه كل جناحة لا تصح نقلاً ولا عقلاً واليوم نكملوا الموضوع ونختموه إن شاء الله ونبدو مع المفاجأة الأولى وإن يقولوا هنا على المرابط الصحراوي ماء العينين يقول عليه فرنسيس عدونا الموريطاني واللي ولده أحمد الهيبة أعلن نفسه سلطان مراكش وهذا هو الحال اللي يلقاه اليوتي لما دخل المره أحمد الهيبة ولد ماء العينين كان سلطان مراكش نهار اللي دخل اليوتي وإذا ثبت رح تنجرع لي حويج ياسر دركن تعرفوها وحدكم في آخر الحلقة وهنا نقرو في 17 أوت يعني 1912 الهيبة دخل مراكش وبويع سلطانا هاي بدت تتضح صورة وعرفنا حتى شهر والتاريخ الذي بويع فيه سلطانا وهذا جورنال ليكو دورون عدد 29 أوت 1912 يعني في نفس شهر الذي بويع فيه سلطانا معاصر للأحداث يعني أما مولاي الهيبة سلطان مراكش فإنه رح ينظم بكل أرياحية المخزن تاعه ورح يعين وزرعه واضحة جدا هنا وتعرفنا بالفعل على سلطان جديد من سلاطين مراكش اسمه أحمد الهيبة وبالك راكم تتسأله كيف وعلاه ما سمعناش بيه ولا وين رهم العلويين اللي كانوا حكمين المروق هاي نكمل ونقره مع بعض الوقت اللي عرفت فيه المروق سلطانها جديد الهيبة اللي دخل المراكش تعقدت الأمور ياسر لأنه مولاي يوسف يعتبر ناكرة ولا واحد ما علبله بيه في المروق وهذا نرى نقره في كتاب الجيوغرافي المطبوع في 1920 وانا ايضا يحكي على معاهدة الاستسلام اللي وقعها عبد الحفيظ يقول بالصح مراكش لازمها تنتظر خمسة شهور بها تخذ حتى هي للحماية لأنها كانت تحت حكم السلطان الأزرق يعني اللي يلابس لبس السحر الغربية واللي هو مولاي أحمد الهيبة والانجليز طبعه هنا هنا في لندن في عام 1989 طبعه كتاب يحكي على المروق بصحف صفحة هذي 242 في عام 1912 وقعت معركة بين الجنرال الفرنساوي وجيش السلطان الأزرق الهيبة اللي جاء من السحر الغربية بها يقود الجهاد ضد الفرنسيس المكروهي الهيبة الذي ثار واللي تمرد على السلطان الذي كنا نقوم بحمايته وهذا يكفينا في إثبت هذا الشي لهو أنه في يوم من الأيام بويع رجلاً صحراوياً اسمه أحمد الهيبة بن مالعيني بويع سلطاناً على مراكش وحارب الفرنسيس والعلويين في زوس الفرنسيس لأنهم غزات والعلويين لأنهم باعوا البلاد للغزات ودرك من حقه واحد من خوتنا في المروق يطلب المايك ويقول مدام حارب على جال المروق رو مروقي وبالتالي الصحر الغربية مروقي والجواب بكل بساطة وبكل وضوح هو العكس سماماً اعتلاء أحمد الهيبة يوماً ما على عرش مراكش يجعل من الصحراوى ملوك على المغرب الأقصى ولا يجعل العلويين ملوك على الصحر الغربية لأنه إحنا لخصنا هو دليل سلطة العلويين على الصحراء ما هوش خصنا واحد صحراوي دافع على المروق وإلا هاوس نوسي الجزائري أصبح ملكاً على ليبيا في نفس الفترة هذيك كاش ما قالوا ليبيين بما أنه يحكمنا الجزائري فإنه الجزائر تتبعنا ما قالوش وبالرغم من اللي قرناهم أنا مبردش قلبي على هذا اللغز وش صار في المروق بالضبط به طاح النظام العلوي وطلع راجل من الصحر الغربية يدافع على بلادهم حتى باعته القبائل سلطاناً على مراكش لكن مع المطالعة بدأت تتضح الصورة فهنا مثلاً يقول في حديثه على الجهالة في بلاد الإسلام وأذكر لك حادثة واحدة ذلك أن سلطان مراكش عبد العزيز لعبت به الأمة الفرنسية وأزلوا ملك هذا الأسرة من تلك البلاد وقالك ما تعبوش مع هيس رجابوله فقط نساء راقصات من مصر يهىو أمير المؤمنين وهذا تقرير بعنوان بالون سلطان مراكش وهذا تلقوه في مجلة المقتطف في العدد 77 واللي نقر فيها ما يلي ونخاف أن يكون الدهات الأوروبيين ورطوا في سلطان مراكش هذا في إنفاق الأموال الطائلة على مثل هذه الطفائف وهذه مذكرة عدل رسلان وهو سوري لبناني يقول عندما كانت فرنسا تتهيأ لاحتلال مراكش كان عبد العزيز يلهو بركوب الدراج وهذه تصورة سلطان عبد العزيز في بسكيلاتو وهذه صورة مشهورة وهنا أيضاً سلطان مراكش عبد العزيز مع دراجته المولع بركوبها وبالتالي فهمنا الظروف لطيهة سلاطين الأسرة العلوية واللي هي الترف والمجون في قصور أمراء المؤمنين حتى جاها مولة الصحراء الغربية ونفضى عليهم شوي الغبرة لكنه استشهد في 1919 وبالمناسبة اللي يعرف هذه الأحداث تأخروج أحمد الهيبة على سلاطين مراكش ما عادش يحتاج يناقش هذاك الظاهير المضروب بتاع تعيين باباه والياً تابعاً لسلطان مراكش تعرفوا عليه لأنه كيقول دكتور مروقي أن الصحراء الغربية أصبحت مغربية بمجرد انضمام ماء العينين الصحراوي لقائمة ولات الحسن الأول نقولوا لها ولده وخرج عليهم ورفض التباعية وإحنا نهزوا على آخر الأحداث بها ندرسوا وضعنا الحال وياكم تقولوا لا نقبل من يخرج على عهد أو باعة أبيه هذا على فرضية أنوابهم بايع يعني لأنه هنا رح تطرون نفتحوا ملف اليزيد بها نكتلوتيروا هذا الموضوع من كل النواحي اليزيد هذا يا الخاوة هو أحد سلاطين المروق في السابق وهو ولد محمد الثالث جد محمد السادس هذا كتاب الحولية الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطان منشورات جامعة بنغازي يحكينا القصة التالية قالك محمد الثالث هذا رزق من علجة إنجليزية الأصل بولد سمه يزيد وكان يزيد هذا عنيف المزاج محبا لسفك الدماء فتم إبعاده عن بلاط مراكش فقام في 1779 بأداء فريضة الحج والله يبارك لكن الفريضة لم تؤدي إلى تهذيب خلوقه وفي مرة من المرات عند مروره بمنطقة سيرت اختطف ابنة الشيخ سيف النصر وتزوجها وعندما ولت أيامه سمح لها بالعودة إلى ترابلس أما الوصف اللي نزيد نقره هنا على يزيد العلوي هذا مخمور ثمل باستمرار وليس مزحه مهذبا أو متمدنا أبدا مصحوبا عادة بكلمات بذيئة سيئة جدا وهنا أيضا مخمور ثمل فاقد الوعي وهنا كان هائجا غاضبا من أثر النبيذ فلا يفهم المنطق والعقل ولما كثر في ليبيا حذروه وقالوا له في ترابلس والجزائر ريت اختلف الأمور على وش عندك في مراكش ومر بابه السلطان محمد العلوي بعث بمجموعة كبيرة من الأموال الأشرف في مكة والمدينة وسمع بهم اليزيد وقطع طريقهم بالقوة ونحالهم هذيك الأموال وهما في بيت الله الحرام وكل حق الخبر المراكش بللي ولدك يا سلطان مراكش سرق هداياك للشرفاء تبرأ منه وأرسل كتب البراءة إلى العديد من المدن إذ علقت كتب البراءة في الكعبة المشرف والحجرة النبوية وبيت المقدس وفي ظريح الحسين وفي مصر وتفيلالت وزرهون وفاس وبعث للترك قالهم كان جاكم ولدي ما سخوت الوالدين هذا ما تستقبلوهش وشوي شوي حتى ادخل الجزائر سرا ومنها تسرب إلى المروك وفي إحدى المرات في عام 1775 تمرد جيش البخاري في المروك وبدو يتهيئون لخلع السلطان وتخيلوش كون وقف معاهم وحضر معاهم قال لي يزيد ولد السلطان قالهم إيه انثوروا على باب السلطان وبايعوني أنا السلطان وفتح خزائن المال والسلاح وبدو يوزع من غيري حساب ولما تعرف أنه مسخوت الوالدين هذا لا شرعا ولا عقلا يصلح أمير المؤمنين إما لف المروك بايعوه حكمهم حتى قتلوه خوه بيطلقى في راسه ودرك اللخص وكل شيء بها نقفلو هذا الملف ليزيد اللي قرنا أنه نديم الخمر خاطف بنات الشيوخ ومسخوت الوالدين رأى به أهل مراكش حاكم عليهم ما لو وجب يزيد لأحمد الهيبة اللي هو شيخ وعالم ومجاهد وشهيد باك يخرج أحمد الهيبة على سلطان مراكش ويعلن برأته منهم ما تقبلوش مسيرته وتطمسوها لماذا لأنه مسيرته دلالة مبكرة على رفض أهل الصحراء لحكم العلويين بل وعلوه كعب شيوخ الصحراء الغربية على شيوخ مراكش اللي كانوا واحد ببسكيلات وواحد بالرقاصات وواحد ما دول وعد ومن بعد يجي الحسن الثاني يدير زحف ويحتل الأمة بأكملها وعاد يجو اليوم ويبحثوا هل توجد أدلة ولا وثائق تثبت هذا الاحتلال أو لا وإن شاء الله يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية اشتركوا في القناة